كذلك وفي ظهيرة الاثنين الفقرة البيئية رفقة نادية اليوبي رئيسة خلية البيئة بقسم التحرير نادية أهلا بك أهلا بك زارة في اليوم العالمي لمحاربة التصحر نادية دقت الأمم المتحدة ناقوص الخطر بسبب التراجع المهول للأراضي وفقدان التربة الخصبة نعم في كل عام كما قلت يفقد العالم 24 بليون طن من التربة الخصبة ويأدي تظهر الأراضي الجافة إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الوطني في البلدان خاصة النمية بنسبة تصل إلى 8% سنويا بالعودة إلى الأرقام زهرة التي كشفت عنها الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة التصحر نجدها مخيفة فبحلول عام 2035 سيعاني أزيد من مليار فرد في العالم من نذرة المياه وسيعيش ثلثة سكان العالم في ظروف الإجهاد المائي بسبب نذرة المياه ظاهرة تصحر زهرة تعتبر نتيجة حتمية لتدهور الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة وسبب رئيسي في ذلك هو الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية يحدث ذلك لأن النظمة الإيكولوجية للأراضي الجافة التي تغطي أكثر من ثلث مساحة العالم معرضة للاستغلال المفرد وعن علاقة التغيرات المناخية بالتصحر تجيبنا الأستاذة فاطمة دريوشوي خبيرة متخصصة في علوم المناخ والتغيرات المناخية لنستمع التصحر يأتي لأسباب عدة له أسباب كثيرة منها الأنشطة البشرية وكذلك تغير المناخ والتغيرات المناخية يمكن أن تساهم في تظاهرة التصحر من خلال ارتفاع درجات الحرارة الزيادة في التبخر وكذلك نقصان التساقطات مما يؤدي إلى الجفاف وهذا التأثير للتغيرات المناخية يأتي عبر فقدان الغيطاء النباتي كذلك الحرائق وعوامل التعرية إضافة إلى تأثيرات سلبية على وفرة المياه ومن جهة أخرى فطاهرة التصحر يمكن أن تساهم في فاقم التغيرات المناخية وذلك من خلال تغير الغيطاء النباتي وكذلك تدفق الغازات الدافئة في هذا اليوم العالمي لمحاربة السصحر أيضا طالبت الأمم المتحدة الدول ببدل مزيد من الجهود ماذا عن الحالة الرهنة للمغرب؟ في البداية يجب الإشارة ظهر إلى أن البلدان الرئيسية المتأثرة بالتغير المناخي توجد في إفريقيا والمغرب واحد من هذه البلدان فما بين سنة 1990 أيضا عرف المغرب تراجعا في غطائه الغبوي بناقص 1% وبعد مرور 25 سنة نسجل نموا يقدر بزائد 2% بفضل مجموعة من السياسات والمبادرات الفردية من بينها سياسة التشجير التي اعتمدتها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بمعية شركائها من المجتمع المدني المثال نسوقه من مدينة ورزازات ضمن الروبورتاج لنزهب عزيزي والحسن بالعاليم مشروع استراتيجي مندمج لمحاربة التصحر وزحف الرمال الحزام الأخضر بورزازات يتغيل حد من تأثير قوة الرياح المحملة بالغبار والاستجابة للحاجة إلى المجالات الخضراء حزام يقوم على التشجير كنوع من التثبيت البيولوجي للنباتات اعتمادا على السقيب التنقيط 635 هكتار لحد الآن قمنا بالإنجاز على أرض الواقع 400 وجوج هكتار دي المحيطة الشجير وقدنا ما تبقى هي 233 هكتار فهي في طور الإنجاز قمنا بتهيئة طربة لها وهذا على أساس أنها ستنتهي في سنة 2020 هذا الشجر الذي يقوم بها يقوم بعمل عجز بالنسبة للطردية للنحل لماذا؟ لأن الأغلبية للشجر التي يقوم بها في السنتور كان إما فو باوري كان دو فاريتي دياليكاليبتوس هذا ينوره بالنسبة للفو باوري ينور العام كله إذن يقوم بعمل نقص مثلاً على الأقل كي يخلي لي لنحل أنه على الأقل يشد لغارانتيري تما يكون مثلاً شيء يظهرات اللي يمكن تنتج منه لسقي مجالات الحزام الأخضر الذي يغطي مشارف المدينة في كل الاتجاهات يتم استعمال المياه العادمة المعالجة والضخو في محيطات تشجير تؤمنه الطاقة الشمسية كبديل بيئي نظيف مشروع بدأ منذ 2009 باتفاق عدة شركاء من بينهم جمعية تارغا التي تشرف على الجانب التقني للمشروع إنشاء مجموعة المحطات التي تحتوي على عدة معدات التي تمكننا من دخل المياه العادمة نطلاقاً من المحطة التي تصفيها بورززاج وباستعمال الطاقة الشمسية ثم معالجة المياه باستعمال نظام تطهير المياه لكي تصبح صالحة لعملية السقي عند نهاية المشروع مطلع العام المقبل ستفتح هذه المساحة الخضراء أمام السكان شركاء المستقبل في حماية هذا المتنفس الطبيعي يتنفسوا الناس وهذا متنزخ سيحفظوا عليه وما يشعلوا العافية أو يلمشوا ما يقلعوش العواد وهذا الشي اللي تنقل وتنطلب من السكن كلها تحفظ على الغابة لأن الغابية هي واحد الحياوي يتعيش بها نقال جميع الناس المشروع قدر غلافه المالي بما يقارب 60 مليون درهم بلغ حاليا 75% من الإنجاز المرحلة المقبلة استكمال الغرس بعد تعميم السقيب تنقيط وربط محيطات تشجير المتبقية بمحطة معالجة المياه العادمة تبقى المبادرات التي يقوم بها أيضا المجتمع المدني فعالة جدا للحد من الظاهرة زهرة ونذكر أن مبادرات مشاهدين الكرام مرحبون بها فلا تبخلوا علينا برسائلكم نحن ننتظر مواعيدكم مبادراتكم البيئية أيضا عبر البريد الإلكتروني ستوين إيكولو أغوباز دوزين بوان أما وأيضا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دوزين بوان بي أولا تنسوا أن حماية البيئة هي مشؤولية الجميع والعودة إليك زهرة نادية اليوبي شكرا لك لقاءة جداد بك الأسبوع المقبل شكرا لك